احتضن الأكاديمية الروسية للفنون معرضا لأعمال الرسام أندريس يونف حمل عنوان موسكو والموسكوفيين لمحة عن هذه الأعمال الناطقة في سياق التقرير التالي المعرض الفردي حدث هام في حياة كل فنان ولا سيمة إذا كان المكان الأكاديمية الروسية للفنون ومع أن أندريس يونف فنان حر لكنه يعيش هذه الأيام هذا الشعور المخلق والجميل مع أصدقائه والجمهور الذي أحب أعماله فور دخوله هذه القاعة التي تفريض بعبخ الفن على مدى طويل هذا المعرض رمزي بالنسبة لي لأنني أرى هنا ريشة القرن الـ 21 وأولئك الأشخاص الذين يصنعونه موسكو والموسكوفيون تسمية صحيحة لهذا المعرض لأنه يوجد هنا عدد من لوحات المشاهير الموسكوفيين الذين شهروا المدينة إنها المرة الأولى لأندريس حين يقدم أعماله هنا وأتمنى أنها ليست الأخيرة هو فنان ممتاز ورائع أعماله جميلة وخيرة وبمشاهدتها تشعر بالدفء والطمأنينة الذين لا نصادفه في أيامنا هذه للأسف هذا الفنان المشهور والمعروف بلوحاته المميزة بمظاهرها الطبعية الحضرية للمدينة وحبه لأبطالها قدم الجمهور الأكاديمية حوالي خمسين عملاً يروي فيها رؤيته للمدينة التي أحبها وعاشقها منذ فترة طويلة وكنت أحلم برسم ذاك المكان الذي يعيش فيه المدينة التي هي من أجمل المدن في العالم وبكل سرور كنت أتجول في شوارعها أرسم وأستمتع أما بالنسبة للشخصيات فقد اخترت أولئك الذين تركوا بصماتهم في هذه المدينة واشتهروا فرسمتهم كما أراهم ميزة أندريس هي أنه قادر على نقل ما يراه بطريقة مميزة بالإضافة إلى براعته في تجسيد الطبيعة وخصائص المكان ويبحث عن الشاعرية في الأشياء العادية المحيطة به أدوني سدايا الروسيا اليوم